سيناريوهات وتحليلات عدة مطروحة لما حصل لرحلة مصر للطيران التي انتهت في المتوسط بدلاً من أن تحط في القاهرة آخر تلك السيناريوهات نشرته الدورية المعروفة في مجال الملاحة الجوية ايفي هيرلد ونقلت عنها نيويورك تايمز رسمت فيه جدولاً زمنياً لما حصل للطائرة استناداً إلى معلومات وبيانات جمعتها من مصادر عدة لم تفصح عنها وبحسب الدورية ففي الواحدة وثمانية وأربعين دقيقة صباحاً كانت الطائرة في خط سيرها الطبيعي وتواصل الطيار مع الطاقم الأرضي اليوناني للمرة الأخيرة في الثانية وستة وعشرين دقيقة تشير بيانات إلى أن نافذة قمرة القيادة اليمنى فتحت ومن ثم رصد دخان في إحدى دورات المياه وحيث معظم إلكترونيات الطائرة تعمل هذا الدخان تقول الدورية إنه ليس بالضرورة ناجماً عن حريق بل من الممكن أن تكون سخونة في أجهزة الطائرة نقلتها أجهزة الإنذار خطأاً على أنها دخان في الثانية وسبعة وعشرين دقيقة غادرت الطائرة المجال الجو اليوناني إلى المصري الطاقم الأرضي اليوناني حاول التواصل مع الطيار عبر الراديو وفشل حتى عبر تردد الطوارئ لم ينجح في الثانية وتسعة وعشرين دقيقة رصد عطل في جهاز الطيار الآلي وعطل آخر في الجهاز المسؤول عن التحكم بجنيحات الطائرة في تلك الأثناء استدارت الطائرة تسعين درجة إلى اليسار ومن ثم دائرة كاملة يميناً وهبطت من ارتفاع سبعة وثلاثين ألف قدم إلى خمسة عشر ألفاً ومن ثم إلى تسعة آلاف ثم اختفت عن الرادارات كل ذلك دون أن يرسل فريق الطائرة أي نداء استغاثة إلى الأرض سيناريو وبيانات تقول الدورية إنه لا يمكن تفسيرها أو الجزم بما حصل دون العثور على الصندوقين الأسودين الذين يحملان حقيقة ما جرى للطائرة المصرية زينار وابدي آل عربية